اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم النهار ده في فيديو جديد معي عن توقعات الابراج انا مريم توقعات الثلاث الموافق تسع مايو تسع ايار الفين تلاتة وعشرين توقعات العشرية الاولى النهار ده روح الفريق اللي انت بتتمتع بيها واضحة جدا في اليوم ده لانك بتضع كل احتياجاتك بشكل اولي ده اللي بيلاحظوا كل زملائك لو استمريت كده هيعتبروك القوة دفع ليهم هتعتني باسرتك اكتر الوقت منسب عشان تحل النزاعات اعتني باسرتك اكتر في الوقت ده لانه وقت منسب عشان تحل النزاعات كتير هتسهل عليك انك تبتدي في كل ده وهيكون الاتصال بالاسرة مفيد جدا جدا ليك في اليوم ده ولامانك الاسري هتواجه شوية مواقف هتبقى بتختبرك لاقصى حد مهمة بس انك ما تفقدش سقطك في قدرتك وانك دايما بتمتلق القدرة اللازمة عشان تعرف توصل لكل الظروف اللي قدامك والنهاردة هتبتدي تغير وكهات ناظرك وهتبتدي تواجه مشكلات المرة تانية كنت بتحاول انك ما تفقدش السيطرة فيها وتكتشف افضل طريقة حلها خاصة اللي بتبقى بتوضع قدامنا النهاردة عشان نتعلم منها في كتير من الحاجات مش بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي فهتواجه شوية تعرقيل في اي مكان انت بتتوجه لي هيبدو ان كل الاشخاص اللي حواليك بيشتغلوا ضدك بشكل كبير حاول تتريس شوية امام كل الظروف اللي هتبتدي تظهر وهتبقى منوقة ليك بشكل واضح جدا حتى الامور اللي بتبقى فيها تحديات غير متوقعة هتبقى فيها النتائج النهاردة في نهاية المطاف ايجابية كغير المتوقعة توقعات العشرية التانية مهاراتك التنظيمية مطلوبة جدا في الشغل النهاردة هتجمع افكار زملائك وبالتالي هتتفوق اكتر وهيكون عندك تأثيرات ايجابية كتير على استقتك في نفسك هيلاحظ كل اصحابك النازع المتناغم اللي فيك انت قادر علشان تجمع شخصيات مختلفة مع بعض لو كنت بتحس بانك حالتك كويسة في الفترة دي هتبقى مش عارف تنسى اي تغيرات حلوة هتحصل في حياتك بالنسبة ليك النهاردة هيكون بتستعد عشان تواجه مشكلات جديدة الامور مش في احسن حال في مكان شغلك وانت مش عارف تنجز سوى حاجات بسيطة جدا ما تخليش داي خوفك المرحلة دي بتيجي وبتمشي في كل حياتنا الخاصة احنا بس بحاجة ان نلاقي دافع جديد عشان نبتدي نحس ان العلاقات مع الاشخاص اللي حوالي ده مش بتفقد رونكها وانها رفنكسر بيها كل قيود الروتين ونعمل حاجة غير تقلدية في حياتنا بالنسبة لينا هيلعب القدر لعبته معنا وهنلاقي نفسنا قدام موقف ما كناش متوقعينه بشكل كبير لكن ما تديش الموضوع ده اهمية لو كان باستطاعتنا دايما نتوقع كل حاجة هتغيب عندنا ملازات حياتنا عشان كده ما ننعيش حظنا ولا نشعر بالاسف لما صرنا على العكس خلينا يوقزين الحياة بتخبئ لنا دايما مفاجآت حلوة بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة النهاردة هتعرف تحفز كل الاشخاص اللي حواليك بس ما تهملش احتياجاتك الخصة اهدافك النهاردة هتبقى اوضح عن قبل كده اسلوبك الناشط هيعدي كل الاشخاص اللي حواليك وهيلحظوا كل الاشخاص ما فيش سبب يبنعك من انك تحتفل في اليوم ده وتستنتع بوقتك اكتر ما تخليش الفرصة دي تتحول لوضع طبيعي هتبتدي تحس بالصحة في الوقت اللي انت فيه في كتير من الحياة الرغضة اللي هتبقى بتئز صحتك اكتر واكتر بالنسبة لك النهاردة لازم هتقابل تحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي في اليوم ده هتسبب ليك ضغوط كبيرة جدا ممكن تبقى حابب تبعد عن الطريق ده بشكل كبير وتتحمل مسئولية كل حاجة هتبقى بتساعدك النهاردة عشان توفر طاقتك للحاجات المهمة بجد خاصة في الشغل لازم تفكر في صحتك لانه على المدى الطويل مش هتعود عليك بالفايدة انك تبقى دايما تستهلك كل قوتك في مدى زمنية قصيرة بسبب الظروف اللي هتبقى متغيرة عندك هيبدو ان هدفك هيبقى خارج السيطرة من جديد ما انتبكش اليأس ولا الاحباط حاول تعيد تفكيرك مرة تانية في كل المواقف دي بتماعون اكتر مش مجرد انطباع ممكن يحصل ليك في خسارة في قدية الحدود هتاخد اجراءات كتير مناسبة ليك هتكون في الوضع اللي انت فيه هتفتكر ان مخطط الرحلة هو غايتك في حد ذاته اشتركوا في القناة